أكد وزير الخارجية سامح شكري اهتمام مصر بملف عادة الإعمار والتنمية لإرساء السلم والأمن فقارة الأفريقية وخلال لقائه مع مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكل أديوي شهد شكري بالجهد الجاري لعملية المراجعة لسياسة عادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات اتصالا بأهمية هذا المحور في بنية السلم والأمن الأفريقية وإزاء التحديات الأمنية قائمة بقارة كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى التفعيل الكامل لتشغيل مركز إعادة الإعمار والتنمية لما بعد النزاعات الذي يقع مقره بالقاهرة